أنا دكتور أحمد الربيعي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والناظور وأستاذ جامعي في كلية الطب في جامعة نيو ساث ويلز استلمت الجرعتين من اللقاح وما كان هناك أي أعراض غير بعض الألام البسيطة الطفيفة حتى حرارة ما صارت وأنا اشتغلت اليوم الثاني بعد كل جرعة من الجرعة أعتقد اللقاحات هي الطريق الوحيد لوضع نهاية وإلى الأبد للجائحة التي أثرت على كل مستويات معيشتنا مو بس المستوى الصحي المستوى الاقتصادي المستوى الاجتباعي المستوى النفسي حتى والمستوى العائلي اللقاحات ما ظهرت فجأة اللقاحات حصيلة عمل دقوب لمراكز بحثية وجامعات عديدة على مدار سنة بأكملها وهي امتداد لعمل شمل لقاحات قريبة للقاح كورونا من ناحية فائدتها اللقاحات الحالية المتوفرة متقاربة في فعاليتها في منع الحالات الصعبة والخطرة والتي تأدي للوفاة من ناحية سامتها أعتقد الكل سليمة وأكون هناك حدود بسيطة للمضاعفات الجانبية أن نعرف عنها الكلوتينغ اللي يتميز بالأسترازينيكا بس هذا الكلوتينغ نسبته محدودة جداً وتصيب أعمار معينة ولهذا صار الفرز بين الفاكسينيش الموجود في استراليا حسب الأعمار دون الخمسين يأخذون فيزر وبعد الخمسين يأخذون أسترازينيكا أمefني I'm Dr. Ahmad Al-Rubi I'm a senior gastroenterologist and associated professor at the medical faculty in the University of New South Wales I have been vaccinated with the two doses of the vaccine, with three weeks apart And there were no or only minimal side effects like just myalgia, bitophorothralgia ème band smells at the site of the injection. Otherwise I work the next day after each of the two doses. Now it's clear for everyone, even those who are questioning the vaccine, that the only way to control this pandemic and to put an end to all the suffering of humanity in general on all levels – health levels, economic level, social and mental level – is through the vaccination. إلى الاجتماع على الاجتماع من المنوذيين. إنه الإنشاء هو مطالباً لتعضل هذا المطلوب الجزء أمام بأثناء وإن الع Presssons هي عظيمات وعنائكات حمد أسبوع من أربعة 4000 يخطي في المنطقة والأكتب من الفرن تنظيم هذه الاجتماعات وربما وين نوع أحدهم الجزء من المنطقة من شخص أو من شخص أو من شخص